دروقات اللي هنا عندي مشروح ايه ومشروع ده مثلا موجود في دولة مثلا ملياكم ايطاليا فبزابط الاعداد على ايطاليا على نفس المكان اللي هتعب في المشروع تمام؟ محتاج ان انا كل ما اعمل ملف ريفيت اراح مزابط نفس الاحديسيات واكيد طبعا مش تيجي بالدكة اللي انا عايزة فالحل ده ايه؟ الحل ده بسيط جدا وهو ان انا هعمل ملف خارجي اصب مثلا يور اس الملف ده نفوش غير ليفل وجريد ليفل وجريد ليفل وجريد ليفل وجريد مزابط على احديسيات اللي انا عايزة فعلا وبعد كده المشروع اللي انا هفتحه هقول له آآ لينك ريفيت اسحبه وبعد كده هقول له من كوردينيت اقوير كوردينيت وهو هقول له قد الملف ده زبط احديسيات المشروع دوت على الاحديسيات دايت تمام؟ فهو هيدو اتزبطها تمام؟ لما اجت اقول له تاني اقوير هقول لي خلي بالك مع نفس الاحديسيات اللي مسجلة عندي خلاص كده سجلت عندي تمام؟ لما تجي بقى تسحب لينك ريفيت ما تسحبش بقى أرجنت أرجنت لأ اسحب باي شيرد كوردينيت الاحديسيات المشتركة بين المشروع تمام؟ باي شيرد كوردينيت هتسحب معاك مظبوط حتى لو الملف اللي انت تسحبه مش متزبط على الاعدادة دايت تمام؟ طيب اخيرا لو انت بتعمل اكسي بورت للكاد وانت شغال بالطريقة دايت لازم تجي هنا وتقول له يونت كوردينيت باي شيرد شيرد كوردينيت سيستيم باي برويجكت انترنى تمام؟ طيب بالمرة بقى قبل ما تقفلوا خلي بالك وانت بتصدر بتصدر الدي دابلو جي ان انت تختار 255 color بيش التروك color التروك color بيعمل لك مشكلة ان انت لما بتيجي تطبع ملف من على الاتوكاد ما بيفهمهوش الاتوكاد بيش بيفهم الRGB لان الRGB ده بيبعبار عن شرطة رقم شرطة رقم غير ال 255 يعني تفاكر ليو لك ايه ال red 1 ال yellow 2 فوفيها من 255 رقم بس لما بيجي هنا فموش فمهما اضبطت البنق سيمنت او الوان التبعه بتطلع معك غلط فلازم تختارها index card